كما أن قوانين الطبيعة لا تقبل الفراغ كذا هي قوانين السيادة والسياسة فكل فراغ يتم ملؤه ولا دليل أكثر حيوية في الوقت الراهن من أفريقيا مع وجود الروس والفرنسيين فما الذي يحدث هناك؟ ما إن أعلن الجيش الفرنسي خفض قواته في ساحل الأفريقي عموما وفي جمهورية مالي على وجه التحديد حتى رأت روسيا مساحة فارغة يمكنها المناورة من خلالها فكانت البداية بمجموعة فاغنر الروسية لم يخفي المجلس العسكري في مالي تنسيقه مع من وصفهم بالمستشارين الروس وقال لباريس إن هذا أمر سيادي بحث ومن ثم دخلت رسميا وزارة الدفاع الروسية على الخط بإرسالها أسلحة برية وجوية لباماكو ما حدث طبعا لم يرد الفرنسيين الذين اللوحوا بفرض عقوبات على مالي وبالفعل قادت زمام المبادرة دول غرب أفريقيا التي أعدت حزمة عقوبات مالية واقتصادية قاسية على المجلس العسكري نفذتها أقليميا إلا أن الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن عطل تدويلها استشاطى غضب باريس فراحت تقنع الأوروبيين وهي تقود اتحادهم لنصف عام حاليا بضرورة تشكيل موقف موحد ضد روسيا في القارة الأفريقية حيث المستعمرات الفرنسية السابقة وطموح الصين الصاعد والأسلحة الروسية المسيطرة والانكفاء الأمريكي الغامد كل تلك المعطيات تسلط الضوء على إجراءات الفرنسيين العسكرية الأخيرة في القر وقد حزموا أمتعتهم وقرر رئيسهم إمانويل مقان خفض الوجود لاعتبارات كثيرة أهمها أن سيدة الأليزي يرى أن بلاده تخوض معركتها وحيدة دون مؤازرة من الشركاء والحلفاء وتدفع الأثمان منفردة ومع إزدال الفرنسيين الستار على السلسلة من عمليات العسكرية في أفريقيا أهمها طبعا عملية برخان تتوقع تقارير أمنية دولية أن يحمل العام الجاري عنفا وعمليات إرهابية غير مسبوقة في القارة السمراء لا سيما في ساحلها الذي كانت تتولى فرنسا تأمينه ترجمة نانسي قنقر الوجود العسكري روسي في أفريقيا بدأ يتبلور منذ عام 2019 لتبدأ بعدها تحركات عسكرية أخرى تصب في تعزيز هذا الوجود لنفهم أكثر مع هذا التقرير القارة السمراء هي واحدة من الساحات الدولية التي لم تغب عن صراع نفوذ الروسي مع الغرب الوجود العسكري روسي في أفريقيا بدأت تتشكل ملامحه عام 2019 حينما احتضنت مدينة سوتي القمة الروسية الأفريقية والتي تمخضت عن توقيع اتفاقيات معظمها تتمحور حول السلاح والمعدات العسكرية في العام الذي يليه تقدمت روسيا خطوة أخرى نحو القارة الإفريقية حيث كشف تقرير معهد ستوك هولم للسلام في مايو أن موسكو باتت أكبر مورد لسلاح في العالم إلى أفريقيا أما خلال هذا العام وقعت روسيا اتفاقات عسكرية مع دول الساحل الإفريقي كان أخرها موريتانيا في يونيو الماضي وذلك في مجالات متعددة منها التدريب الأمني والعسكري وتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب أما في يوليو فأعلنت الخارجية الروسية أنها أرسلت 600 جندي إضافي إلى أفريقيا الوسطى لتدريب الجيش وشرطة في تنافس قوي مع فرنسا في شهر ذاته عمقت روسيا تعاونها الدفاعي مع حليف غربي آخر وهي أثيوبيا الغارقة في أتوني صراع عسكري مع الجماعة المسلحة وعلى مستوى دولي أدانت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للجماعات المسلحة في مالي التقارير التي تتحدث عن نية الحكومة المالية الاستعانة بمجموعة فاغنر الروسية تقارير لطالما أكدت موسكو أنه لا تربطها أي صلة بهذه المجموعة التي تحوم حولها شبهات الانتهاكات الميدانية لنذهب قليلا إلى مواقع تواصل الاجتماعي نرى كيف هي الأراء هناك على هذا الموضوع هذا على تويتر تحديدا حساب لمحمد نافع رامز يقول بها 400 عسكري روسي في قاعدة غادرة فرنسا اتفاقيات بين الصين والمغرب وروسيا تفتتح قاعدة في مالي الصين وروسيا تعملان للسيطرة على أفريقيا وفي تغريدة أيضا لهذا الحساب يقول تواصل روسيا طرد فرنسا من أفريقيا وتتقاسم الكعك السمراء مع الصين واستخفاء أمريكي وتشكيل روسيا والصين محور في مواجهة الغرب أما منتصر أيضا على تويتر يقول أي وقد لعملية طرد فرنسا وأذنابها من أفريقيا سيكون كارثة على الشعوب الأفريقية التي تشهد حراكا متزايدا ضد التواجد الفرنسي في منطقتنا بأكملها لمزيد من النقاش دعونا نفهم أكثر هنا وجهات النظر والتوقعات هذا من مدينة نانت الفرنسية عبر تطبيق زوم الدكتور باسكال لبوتر مات أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة نانت أما من موسكو معنا السيد ديمتري ديكان باحث في الشؤون الأفريقية أهلا بكم أريد أولا أن أفهم رأيكم بما حصل اليوم أولا طبعا مع عقوبات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية المالية القاسية على مالي وبعدها طرح فرنسا للمشروع الذي صوتت عليه أو أوقفته بالفيتو كل من روسيا والصين منعا لتدويل هذه العقوبات ما الذي نتوقع؟ هل انتهت المعركة لمصلحة روسيا والصين؟ ما رأيك دكتور باسكال؟ أظن أن الصعوبة الكبيرة الآن بالنسبة لغرب أفريقيا تتمثل في هذه القوات العسكرية التي أوقفت العملية التي كانت تهدف لإنجاز هذه الانتخابات الديمقراطية من أجل الوصول إلى الدولة المدنية هذه نقطة أولى ومن الجانب الآخر هناك هذه التبعات التي نتركبها الآن لهذه الحالة مثلا بالنسبة لمالي مع ذهاب ورحيل مصف الأعداد للقوات الفرنسية إذن في هذا الصياق نرى مجموعة فاغنر الشركة الشبهة العسكرية الخاصة الروسية التي تنشر في مالي وطبعا يصعب اليوم أن نعرف شكل العقد الذي وقع بين مجموعة فاغنر وبين السلطات المالية ولكن كما يبدو ربما نتحدث عن هذا الضوء الذي يصلت الآن على الأولويات الأمنية بكل تأكيد من المنظر الفرنسي هذا التصرف الروسي لا يروق لفرنسا لأنه يشعرنا بأن روسيا الآن تود أن تدخل في هذا المنطق لأصير على النفوذ في المنطقة بأشكال اقتصادية وأهداف اقتصادية سيد ديمتري ديكان هل يمكن اليوم لروسيا أن تدير الشؤون تحديدا الأمنية هناك مكاسب من دخول أفريقيا بطبيعة الحال على مستوى المكاسب الاقتصادية ربما ثروات وطبعا النفوذ السياسي والطرق التجارة وغيرها ولكن هناك ألغام كبيرة أمنية وحتى سياسية كيف ستتعامل روسيا مع هذا الموضوع وكم هي منخرطة في الشأن الأفريقي فعليا طبعا مساءكم ومساء المشاهدين قبل كل شيء أود القول أنه الجميع يحاولون البحث عن أيدي روسيا خلف أي عملية مثل هذه العملية لا توجد أي صلة لروسيا مع هذه المجموعة مجموعة فاقنر لذلك لا يجوز الحديث عن موقف روسيا هناك إذا تحدثنا عن مجموعة فاقنر ولكن كسياسة روسيا بلا شك هناك بعض النجاحات في الدول الأفريقية وهناك أيضا بعض التحركات الجيدة لإعادة وحدة أراضي البلاد في أفريقيا بلا شك هذا النجاح أيضا ليس فقط في دول أفريقيا ولكن إذا قارننا أيضا العلاقات الحالية والأوضاع الحالية انطلاقا من العمليات الارهابية التي كانت هناك لم تستطع لا فرنسا ولا الدول التي تريد أن توسع نفوذها هناك لم تستطع أن تعالج أو توقف أي عملية هناك ولكن يجب للحديث عن فاقنر عندما تكون هناك يجب أن ننظر كيف هي ستقوم بتصارفه ما هو السلوك الذي سوف تطبعه عملية فاقنر ولكن يجب أن نبعد ونفصل بين مجموعة فاقنر وبين الحكومة الروسية وبين روسيا بشكلها لا أريد أن أدخل معك بالنقاش بالفصل بين الحكومة الروسية وفاقنر ولكن أريد بالفعل أن أفهم هنا هل تعتقد بأن مجموعة فاقنر يمكن أن تنجح حيث فشل الآخرون حيث فشلت فرنسا وغيرها ولماذا؟ أمنيا أتحدث لنكون صريحين ولكي نفهم الأوضاع لا توجد هناك ظاهرة بأنه أدت أدت فاقنر وسوف تنجح بما فشلت به فرنسا ولم تأتي فاقنر لكي تطرد فرنسا من هناك لذلك نعم لم تكن فرنسا ناجحة في سلوكها هناك وفي تحركاتها وأثناء الانتخابات أرادوا أن يتخذوا جزء من المجال العسكري والتي فشلت به فرنسا ولكن جاءت فاقنر بطلب من قبل حكومة مالي ومن السابق لأوانه أن نتحدث عن نجاح أو فشل فاقنر بما فشلت به فرنسا فلنعش والنرى ولا أستطيع أن نتنبأ بهذا طبعا السؤال ليس تنجيما سؤال هو من قراءة العوامل والمعطيات إن كانت بالنسبة على الأرض أو بالنسبة لفاقنر ولكن أقبل اليوم بأن نترك هذا السؤال مفتوحا أذهب إلى الدكتور باسكال دكتور هل تندم فرنسا بصراحة على انسحابتها هل يمكن التراجع عنها؟ هل تعتقد بأن مجموعات كفاقنر بعلاقات التي تقول الغرب بأنها متأكدة بأنها تابعة للحكومة الروسية يمكن أن تنجح يمكن أن تملأ الفراغ وهنا بشكل خلاصة عريض أسأل ما هي خيارات فرنسا الآن؟ إذن بالعودة إلى الأسئلة التي طرحتها كلها أولا الآن بالنسبة لي يصعب جدا أن أتخيل أن الرئيس ماكرون سيغير موقفه ليقول سنبقى في مالي لأن العملية عمليات الانسحاب وتقليص الأعداد بدأت وسبق وذكرتم ذلك في التقرير وربما هذه إشارة الآن تعطى للشركاء الأوروبيين الذين نذكر ونقول أنهم لم يدعموا فرنسا ولم يأتوا لدعم المنهجية الفرنسية في أفريقيا عدى مئات الجنود الذين أرسلوا ولكن الآن نحن نجتمع ونقول أن المنطقة الصحراوية التي ينشط فيها الإرهاب في أفريقيا هذه من جهة المساحة تقارب فرنسا من المساحة إذن في أي حالة لن نعيد إحلال السلام من خلال مئات أو ألاف الأشخاص أو الجنود وإن مجموعة فاغنر مع أربعمائة جندي طبعا لن ينجح في تغيير العملية على أرض الواقع إذن نحن نرى ذلك هناك هذه التحديات الآن فيما يتعلق بالأعداد والعتاد والموارد المسخر بالنظر إلى المساحة التي يجب تغطيتها بالعودة إلى السؤال الآخر أيضا هل في المستقبل هل سنرى هذه المجموعات الشبع عسكرية الإضافية التي تأتي ربما نتحدث عن هذه التطورات للنزاعات الأمنية وهذا ما بدأ من عشرين سنة إن الشركات العسكرية الخاصة هي تنشط بشكل إضافي على السحات رأينا ذلك في العراق رأينا ذلك في أفغانستان وربما لنعطي فكرة أخرى أيضا هناك محارب تقليدي مقابل 1.5 جندي من هذه الشركات الخاصة إذن نرى هذه الأعداد التي تتزايد عندما نرى هذه التحديات الأمنية ونتحدث عن إخراج الدفاع من النطاق العسكري الحكومي فقط وفي الواقع إذا مقامت الجيوش الخاصة والعمليات الخاصة والجيوش الحكومية إذا لم تتمكن من تأمين هذه المناطق ربما نلجأ إلى الشركات الخاصة ولكن يجب أن نضمن على تطبيق القوانين الدولية على الأرض هذه المعايير الإنسانية وأيضا أتفاقات لهاي وجناف التي يجب احترامها لأنه في خلال ذلك نحن ننحضر في هذه الأزمات التي قد تتبلور وتصبح انتهاكات وتصبح أيضا جرائم ضد الإنسانية وضد البشر دكتور أريد أن أختم معك بدقيقة لو سمحت ما الذي يعني خروج فرنسا من أفريقيا وحلول روسيا بأي شكل من أشكال من حيث النفوذ هل نتحدث عن خسارة سياسية خسارة عالمية من حيث النفوذ أم خسارات اقتصادية هنا أظن أن فرنسا ليس لديها الموارد الآن من أجل الإشعاع الدبلوماسي بالمقارنة مع ثلاثين أو أربعين سنة إلى الوراء والموارد الآن في الأيدي الفرنسية انخفضت بالكمية وبإمكانية الإشعاع في العالم والآن هناك منافسة مستعرة طبعا مع هذه الجيوسياسة التي نفكر بها الآن مع كل الاتجاهات الجغرافية التاريخية والجغرافية التي هي تلعب هذه الأدوار لتغذية ألعاب والصرعات على القوة إذن في باريس يجب أن نأخذ في الحسبان الآن مع هذه الحقبة الجديدة مع الموقف الفرنسي الذي سيناقش به في حالة روسيا ربما ولكن أمام الصين أيضا أو ربما الهند التي شيئا فشيء تخلق هذه المسارات الخاصة بها إذن نعم نحن الآن نعيد توزيع البطاقات شكرا شكرا لك دكتور باسكال لبيتر مات أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة نانت كل الشكر من موسكو كان هذا سيد ديمتري ديكان باحث في الشؤون الأفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر